ومتعلق بالنمسا أن نمسا تسعى لتسريع الإطراف بشهادات الأطباء والممرضين الأجانب يعني شايف مع تصاعد تدهور النظام الصحي في النمسا على جميع المستويات سواء في المستشفيات أو بالنسبة للأطباء أن الخطوة دي خطوة شايفها خطوة جادة محترمة يمكن يمكن الاستفادة منها على جميع المستويات سواء على مستوى الأطباء أو على مستوى الممرضين لرفع أو زيادة كفاءة الخدمة الصحية في النمسا وإن كان فعلا هناك تطور ملحوظ سيء في موضوع النظام الصحي في النمسا يعني بصراحة سيدنا هذه خطوة برأيي اللي أطلقتها إن كانت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العمل وإننا نقاله سيكون هناك اعتراف سهل بالمؤهلات الأجنبية خاصة في مجال التمريض والعناية بكبار السن أو يعني القطاق من التمريض إجمالا هم يعملوا مركز متخصص هو اللي يقوم بعملية تحوين أو معادلة الشهادات نعم هذا الخبر ساذا مدوح عمل تفاعل كتير كبير بصراحة طبعا مهم جدا وكتير ناس اتفاعلت معه إجانا كتير عدد من الأسئلة طبعا المعني بهذا التفصيل هو ما بين وزارة الصحة ومكتب العمل النمسا وكل من يسألنا كيف الآلية هي وزارة الصحة ومكتب العمل مكتب العمل الذي عنده تأهيل طبي إن كان بالتمريض أو كان كطبيب هو سيوجهه إلى الجهة المسؤولة عن الاعتراف بشهادته يوجد هنا منظمة الفاف يوزرد البي اف اي لهم يعملوا مركز خاص دلوقت بالضبط هو اللي هيقوم بعملية الاعتراب الموهلة كل من يسألنا ما هي آلية عمل هذه المنظمة أو هذه الحالة هي فعليا هي فعليا ساذا مدوح تعود إلى مكتب العمل والجهات المسؤولة كل شخص بناء على حالته القانونية اللاجئ إلى المؤسسات المسؤولة عن لشوءه المهاجر على سبيل المثال إلى المسؤولة عنه مكتب العمل مكتب الأجانب وعلى أعتقد يمكن العاد ينضم من الخارج لابد يكون هناك برضو المؤهلات اللسلة وأضف على ذلك 100% أضف على ذلك أن لمن يسمعنا من خارج النمسا ويريدون الاستفادة من هذا البرنامج بإمكانكم زيارة موقع سفارة البلد التي سفارة النمسا داخل البلد اللي أنت موجودين بها سيكون هناك إعلان أو معلن عن آليات التوظيف يعني على سبيل مثال من تونس يوجد استجلاب من الفلبين يوجد استجلاب من المغرب يوجد استجلاب العديد من الدول العربية وما إلى ذلك صراحة يتم استجلاب ما يقال عنهم العمال الماهرون أو المؤهلون تأهيل محدد تطلبوها النمسا تطلبوها النمسا